الآن ننتقل الآن إلى موضوع ال-closed class system وال-open class system words الكلمات المفتوحة والكلمات المغلقة شو يعني كلمات مفتوحة وكلمات مغلقة الآن راح نوضحها لكم طيب ال-open class items أو system هي الكلمات اللي تقبل إضافة يعني نقدر نضيف عليهم شنو يعني نقدر نضيف عليهم يعني على سبيل المثال قبل 100 سنة قبل 100 سنة من هاي اللحظة أكو عندنا مصطلح يسمونه مثلا على سبيل المثال تيكتوكر طيب إذن يوتيوبر تيكتوكر هاي الكلمات اللي هن الأسماء هذه الكلمات ما كانت عدنا قبل موجودة انضافة جديدة إنا للغة صارت جديدات إذن ال-open معناها كلمات مفتوحة نقدر نضيف عليهم باللغة الإنجليزية أو طبعا يعني عادي نقدر نضيف عليهم باللغة الإنجليزية مثلا نقدر نضيف مثلا عندنا هواي كلمات ظهرت عدنا ويا كورونا منصار فيروس كورونا حتى أكون مفردة نسيت شنو هي باللغة الإنجليزية ناسيها هاي الكلمة ظهرت جديدة من ظهرت كورونا ظهرت جديدة ويعني ويا كورونا من مئة ما صارت كورونا صارت هاي الكلمة جديدة يعني ما كانت موجودة إذن هاي اسم إذن يعني معناها أي كلمة تنضاف جديدة على اللغة الإنجليزية هذا يسمونها ونقدر نضيفها على اللغة الإنجليزية راح نسمي هاي الكلمة open system طيب يعني نقدر نضيف كلمة ممكن نقدر نضيف فعل عادي يصير مثلا على سبيل المثال نقدر نضيف صفة طيب بس سؤال هذا يسمونها open class items نقدر نضيف مثلا حرف ج جديد نقدر نضيف مثلا ضمير جديد بدأ اللي هي والشي والأيت ما نقدر إذن closed class items systems words a set of items that cannot be normally be extended by creation of addition number يعني ما نقدر نضيف إضافة لهن يعني هساني من صارت الانجليزي الحد هاي اللحظة أنا عندي a والan والthe ذن الarticle اللي هنا أدوات التعريب وأدوات تنكر ما هكو غير هن ضمائر بين انجليزية عدد هن سبعة i he she it they we you i you هذن سبعة ما أقدر أضيف جديد عليهن يسمونهن closed class items يسمونهن closed وإلى هذا بالنسبة للopen and closed they accept addition the open يقبلون الإضافة closed they do not accept ما يقبلون الإضافة ما يقبلون they do not accept the addition ما يقبلون الإضافة